رغم المطالبات المستمرة والإدانات العديدة استمر النظام التركي بانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية من خلال الاعتداءات المتكررة التي كان آخرها قصف مناطق في محافظتي أربيل ودهوك في قليم كردستان باستخدام الطائرات الحربية مصادر محلي أفادت أن القصف تركز على قرى للكان وخليفان وبوزينا في منطقة برادوست بمحافظة أربيل مما تسبب باحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وهلعا كبيرا بين المدنيين في تلك المناطق وبالتزامن مع ذلك شن طائرات النظام التركي أيضا قصفا مكثفا على المناطق الحدودية في محافظة دهوك كما وطال القصف منطقة نهيلة التابعة لقضاء أميدي ما خلف أضرارا مادية كبيرة ويأتي القصف بعد قل من 48 ساعة على استاذاف مدفعية النظام التركي مناطق في جبل خامتير بناحية دركار التابعة لزاخو تسبب أيضا بأضرار كبيرة في المزارع والممتلكات في السياق استاتف طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي سيارة قرب مزار شرف الدين في قضاء سنجار العراقي تنم معلومات عن خسائر بشرية وتطالب قوى سياسية عراقية وكتل برلمانية باستخدام أوراق الضغط كافة التي تمتلكها الحكومة العراقية لإجبار النظام التركي على وقف انتهاكات واعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية كما تدعو العمل على مسائلة النظام التركي أمام القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر